ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في الصلاة عشان نتعرف أن اللين ده عبادة الصلاة عماد الدين فالأشياء اللي بتتصل بيها لابد أنها تكون عبادة فحضرة النبي بيعلمنا وهو بيكلمنا عن عبادة الصلاة وأن الصلاة دي صلة بين العبد وربي أن احنا نليل في أيدي إخواننا يعني ايه؟ يعني اتدربوا على اللين في الصلاة اتدربوا على أن كنتم تكونوا في الصلاة اللي هي مش بس عماد الدين لكن عماد الحياة فإيه اللي يحصل؟ أقيموا الصفوف حضرة النبي بيعلم وحاذوا بين المناك وسدوا الخلل ولينوا في أيدي إخوانكم يعني ايه؟ اتدربوا على اللين اتدربوا على اللين في محضن اسمه العبادة الكبرى وهي عبادة الصلاة ولذلك كانت الصلاة دي هي الفارق بين الإنسان المسلم وغير ليه؟ لأنها عبادة كبرى ومن جملة ولأن الصلاة عبادة كبرى فيها شوية عبادات من جملة العبادات اللي موجودة هي عبادة اللين أن انت في العبادة تكون لين لدرجة أن كان من علامات التقوى أن الإنسان أعضاء تلين في الصلاة وذلك لما سؤل حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام قال لينوا الكلام ويطعاموا الطعام يعني ايه؟ يعني أن الدين هيتحقق بمعناه وبحلوتي وعلى زيك انت لابد أن انت تجمع ما بين طرفي الحديث قالي لينوا الكلام ويطعام الطعام يعني ايه اللي حاصل؟ لو كنت عايز تغذي الناس وتغذي قلبك خلي كلامك لين ساعتها قلبك سيطعم هذه السعادة وكل ده بيخلينا نفهم الدين بعمق من أهم المفاهيم اللي تخلينا نفهم الدين بعمق أن اللين عبادة مش بس أن اللين عبادة لكن اللين هو ركيزة ومعتمد أساسي من معتمداتي هذا الدين هذا اللين مش عبادة سهلة اللين مش مهارة اللين عبادة عبادة يعني ايه؟ يعني أنا أنت لن تتركها حتى لو ما كانتش عندك المهارة دي عبادة يعني تتعلمها ولذلك حضرة النبي كان اللين ده موجود عنده في كل شيء لدرجة أنه ما أخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إسما وعشان كده ممكن عبادة اللين تكون في إيه؟ عبادة اللين تكون في كل حاجة فلذلك عبادة اللين تكون في كل حاجة يعني إيه؟ يعني كل شيء ممكن تكون في عبادة اللين مع الأهل ممكن تكون عبادة اللين في العمل ممكن تكون عبادة اللين على فكرة حتى عبادة اللين مع الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لين وعشان كده كمان في علاقتك بنفسك لين أنت مش جاي عشان تقاتل نفسك الأمارة بالسوق ولكن جاي تعلمها اللين لكي إلا حاصل لكي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه أنت جاي عشان نفسك تبقى لينة طيعة مع الله ولذلك بقى اسمع عبادة يعني يعبد الإنسان فمن عبادة اللين أنك ما تعظمش مساوئ حد مثلا أنك ما تسمحش للناس يعبروا عن نفسهم وأن أنت تحكم عليهم بأحكام تخليهم يتوقفوا عن تعبرهم عن نفسهم وكمان مش بس كده إنك تحاول تفهم دوافعهم بشكل صحيح وتتفهم مخاوفهم مش حطهم في ركن كده واتضيق عليهم منافس الكلام واتضيق عليهم منافس التعبير عن نفسهم ده مش لين دي قسوة فلزيك من قسوة القلب اللي أنت تمنع الناس أنهم يعبروا عن بعض الأشياء اللي تخفف من عليهم كل شيء فيه تخفيف عن الناس هو لين إنك تساعد حد عندك بيساعدك إن تساعد معاون الخدمة دا لين إنك تساعد حد بيساعدك في أي مكان دا لين وعشان كده من عبادة لين إنك ما تشوفش الدنيا أبيض واسود وبس إنك تشوف الدنيا بألوانها الطبيعية خليك لين إن أنت تشوف الدنيا أبيض أو أسود دا مش لين دا تمزيق للحياة الحياة هتبقى سهلة لو شفت الألوان كلها جنب بعض لكن لو خليت الحياة إما أبيض أو أسود إن تمزقت الحياة وتمزيق الحياة دا وتمشلين إن تشوف الناس إنهم بشر لهم ملايكة ولهم شياطين بشر